السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ازايكم كلكم عملين ايه اتمنى كلكم تكونوا بخير والحمد لله النهاردة هعمل لكم فيديو جديد فيديو هتكلم فيه على تاني احدث اجهزة الفور ايفر داخل مصر اللي هو جهاز نوفا اي ماك بعدما انا عملتلكوا الاسبوع اللي فات مراجعة لجهاز نوفا اي ماك برو النهاردة هعمل لكم فيديو لاحدث اجهزة نوفا داخل مصر طبعا كنت انا نوهت على على فيسبوك اللي هي مطجر هارد سات وكمان على قناة التجريران بتاعتنا اللي هي قناة هارد سات وقلت ان جهاز اي ماك جديد لسه محتاج صفت جديد كمان عشان الجهاز يتضبط ويشتغل ويبا زي الفل والناس كلها كتعملة طبعا بتستعجلني انها عمل له مراجعة فقلتولهم لأ مش هقدر اعمل للجهاز مراجعة والجهاز فيه شوية حاجات نقصة او حاجات انت وكلكوا عايزينها فما ينفعش اعمل له مراجعة وتنزل بعد يومين التحديثات ديت فالناس تقول لي ففين التحديثات او فين ديت انت ما تكلمتش عنها ليه او ما زكرتهاش ليه فكنت لازم استنى الاسبوع ده لحد ما الشركة تنزل الصفت فالحمد لله الصفت وصل لي طبعا حصر من الشركة عشان اعمل مراجعة للجهاز قبل اي حد والحمد لله نزلت الصفت على الجهاز وكل الحاجات اللي كانت نقصة الحمد لله تم اضافاتها وتم عمل ابديتس كامل للجهاز فالجهاز بقى ينفع ان هو ينزل السوق وينفع كمان نعرضه على متجر هردسات اللي انتو كلكو دايما بتخش عليه ودايما بتلاقي عليه افضل الاسعار وافضل المنتجات الجهاز اللي معنا النهاردة اللي هو كان فيه شوية معلومات مغلوطة كده شفتها على الفيسبوك اتنشرت فالنهاردة احنا بنوضح بقى الحقيق ونوضح كل حاجة هتشوفها قدام معانيكم لان اتكتب حاجات كتيرة بالذات على الجهاز ده مش موجود على ارض الواقع وطبعا اه الناس اللي متابعان على قناة تليجرام او متابعان على الفيسبوك هتعرف ان احنا اتكلمنا على حاجات تخص الاجهزة دي فالحمد لله كل حاجة بتبقى عندنا لازم نرجعها كويس ولازم نتأكد منها قبل ما ننشرها عشان احنا بيتسيل عن الحاجات ديت قبل ما نعرضها ليكم المهم الجهاز اللي معنا النهاردة اللي هو ايماك دوت اه زي ما انتم متعودين من نا انا بعمل جزئين للفيديو بتاعنا بعمل اول جزء بخاص فيه بستعلم عن مكونات الكارتونة بتاعتنا وشكل الجهاز من الداخل وفي الجزء التاني بوصل الجهاز بتاعنا بالشاشة عشان نستعرض بقى شكل بتاعت الجهاز والسيرفرات اللي بيدعمها وسرعة التنقل بين القنوات فالجزء الاول في الفيديو بتاعنا النهاردة زي ما انتم شايفين كده? ده شكل كارتون للجهاز اللي هو ومكتوب ان هو اتش متين خمسة وستين اه فول اتش دي الف وتمانين. طبعا كان اتنشر ان هو فوركي لأ الجهاز طبعا مفيش جهاز بمعالج جي اكس طبعا في ملايين هتشوف الفيديو ده او فيه الوفات هتشوف الفيديو ده. يا جماعة مفيش لحد اللحظة لحد النهاردة. احنا بنتكلم في تلسعة وعشرين اول تلاتين عشرة الفين واحد وعشرين. مفيش معالج جي اكس نزل بيدعم جودة الفوركي. فاللي يقول لك ان جهاز معالج جي اكس وبيدعم الفوركي قل له انت بتقول اي كلام وابعد عنه. تمام كده? طيب. الجهاز بتاعنا اه زي ما انتم شايفين كده. ده كارتون بتاعته كده من الخارج مكتوب. طبعا الحاجات اللي انتم عارفينها كلكم اللي كانت موجودة في برضو اه جهاز اه بس هنا بقى اي الدنيا مختلفة شوية ان الفلاشة بتاعته ستاشر ميجا وان ساعة القناة بداعته تمن تلاف قناة. وان هو بيدعم واليوتيوب واليو اس بي والاي بي جي برو وهكذا. طيب. خلونا الاول طيب في الجزء الاول من الفيديو بتاعنا نستعلم بقى نشوف كده شكل الكارتونة من الداخل ونشوف الاكسسورات اللي جاي معاه وشكل الجهاز من الداخل قبل ما روح على الجزء التالي. ده الجهاز بتاعنا هنتكونه طبعا على جنبك العادة. عشان نشوف مكونات الكارتونة بتاعتنا عبارة عن ايه? ده الكاتلوك بتاعه. نوفا اي ماك. اده رمود بتاعه. نفس رمود النوفا اي ماك برو. نفس الرمود بالزبط. الناس برضه هتحب ان هي تشوفه. خلاص هان هي طلعها لكم برضو. هو نفس رمود اجهزة بس طبعا مش شغال على اجهزة في كل اهو. حاجة محترمة جدا وحاجة قيمة في كل ده البلوتوس طبعا مكتوب عليه تحت هوات البلوتوس. وده الرمود العادي اللي هو نفس رمود اجهزة للناس اللي هي جابت اجهزة او شافتها قبل كده. وزي ما قبل كده في الفيديو اللي فات ان الاتنين فيهم لامبة بيان فوق. ادي لامبة بيانها هيط وده لامبة بيان. طيب. اده الرمودين اللي ركنناهم. الجهاز فيه داخلية هيط. لاني ناس كم بتسأل فيها عدسة داخلية وخرجية ازاي? فالطولهم لا فيه الجهاز فيه عدستين. هو دي كابل الاتش دي اللي جاي معي. تمام كده. هو دي الادابتور اللي هو واحد امبير اللي جاي معي. في حاجة تاني اللي ما فيش اه فيه انتنة واي فاي طبعا لان الجهاز الناس كم بتسأل برضو هو الجهاز واي فاي داخلي بلتقن ولا آآ خارجي لأ. زي الاي ماك برو جاي بانتنة خارجي. وفيه لامبة بيان زي ما انتم شايفين برضو فيها هاية. يبقى اللي دي الاكسسوارات الاصلية بتاعت الجهاز الانتنة الادابتور كابل الاتش دي كالعدسة الخارجية بتاعت الجهاز والاتنين روموت. ديت كل الاكسسوارات اللي بتيجي مع جهاز نوفا اي ماكس. انا بتنها على جنب. وهو بقى الجهاز بتاعنا هوت. على فكرة برضو الشركة مهتمية بقى دك التفاصيل في الجهاز ده. شركة نوفا بصراحة ابدعت حتى في موضوع الكارتونت الجهاز. مهتمة بادك التفاصيل. عشان نكون صدقين مع بعض. ده شكل الجهاز بتاعنا هو يعني تقريبا اكبر من حجم بسيط بتاع اه السرسات اه تي اربعتاشر او تايجر او ممكن كمان جيون اه سي اكس تلتمية. كل الاجهزة ديت قريبا من بعض في في الامكانيات وفي الاسعار. فده تقريبا نفس الوصف بس يمكن اكبر حاجة بسيطة والماتيريال والتصميم بتاعهم شيك جدا. يعني الجهاز التصميم بتاعه مختلف تماما بس حاجة شيك وحاجة يعني بصراحة انا شايفة محترمة جدا. طيب. اه دي طبعا الواجهة الامامية بتاعت الجهاز عشان تشوفها كويس. طبعا هنا بيبقى فيه لمبتين. اللامبة الخاص بالسيجنل واللمبة الخاص بالباور. هنا كده. وهنا طبعا الشاشة الرقمية اللي بتعرض لك رقم القناة. المفاجأة الجميلة بقى ان هنا ده. ده مختلف بقى عن الجهاز الاي ماك برو ان هو فيه تلات زرائر. فيه زر باور هو وزر تزويد القنوات وتعليل القنوات. تمام? يعني الجهاز فيه تلات زرائر. ده الواجهة الامامية الخاصة بالجهاز. هنا جنب هنا مفيش اي حاجة. الناحية ديت هتلاقي فيه يو اس بي. ما هو الجهاز جاي باتنين يو اس بي. ادى واحد يو اس بي. وهتلاقوا من الخلف برضو واحد كمان يو اس بي. زي ما انتم شايفين بقى ده بتاع الجهاز. بتاع الجهاز اللي معنا. تينون حساس. اهوت. وده مدخل طبعا العدسة الخارجية. وده مدخل الار اس متين اتنين وتلاتين لو تدي شحن للجهاز. وهدي كمان المخرج بتاع بتاع الجهاز. وده مدخل لو انت هتوصله على شاشة عادية. تمام كده اهيت. شاشة عادية. وده مدخل كابل الناس كانت طبعا كلها بتسأل. هو الجهاز في مدخل كابل النات اهو في مدخل كابل النات هوت. وده كمان مكان الادابتور بتاع آآ الشحن بتاع الكهرباء. او المحول الكهرباء. تمام كده? طيب. الناس طبعا عمالة تسأل بقى بتاع الجهاز اللي حير الناس كلها. ايه حكاية بتاع الجهاز ده? الجهاز جماعة هو جاي بمعالج جي اكس ستة وستين واحد وعشرين. الفلاشة بتاعته ستاشر بيجا. الرقمات بتاعته اتنين جيجا. سعة القناة بتاعته تمن تلاف قناة. لان طبعا كان فيه حصل كلام كتير على امكانات الجهاز كهاردوير وكسوفتوير. السوفتوير طبعا هتكلمها لكم لما نيجي للجزء التاني من الفيديو بتاعنا لاني فيه شوية اوبشن وفيه حاجات آآ لطيفة كده وجميلة لازم اورها لكم قدام عينيكم افضل. الشرح كده من غير ما وصله على على الشاشة مش هينفع. ده كان الجزء الاول بتاع الفيديو بتاعنا. يلا بينا على الجزء التاني من الفيديو. يلا تابعونا. ورجعنا لكم تاني في الجزء التاني من الفيديو بتاعنا عشان نستعرض لكم شكل من منيو بتاعت الجهاز. وكمان صورة التنقل بناتها وباني القوائم وكمان نشوف السيرفرات اللي الجهاز بدعمها. طبعا اضخطنا على زر المنيو عشان نشوف شكل المنيو بتاعت الجهاز. الجزء الاولاني بفوق آآ جزء خاص بالانستليشن او التركيب. طبعا لازم الناس كلها تعرف احنا زي ما انا قلتلكم في الجزء الاولاني ان احنا اجلنا الفيديو بتاعنا لان فيه اوبشينات كتيرة ما كانش موجودة. الجهاز لما كان نازل كان نازل بنزغط المصنع. دلوقت الحمدلله الجهاز نازل عندنا وهنعمل لكم فيديو والجهاز عليه احدى السوفت وير. السوفت وير اللي هو بتاريخ تمانية وعشرين اكتوبر. احدث حاجة. النهارة طبعا السوفت بتاع الجهاز ده هنزل لكم النهاردة اولاين او بكرة بالكتير. ان شاء الله يكون متاح عندكم بازن الله. طيب. اه الجزء الخاص بالانستليشن. الحاجات الجميلة اللي في بقى بسرعة كده عشان ما ما تقولش عليكم الفيديو. الجزء اللي هو الخاص بالانتنة ده طبعا الجزء الخاص بالامر. جزء الخاص بالترددات. طبعا ده الجزء الخاص بالنبيو وكمان الديزك. اه هنا كمان بقى دي ما كانش موجودة ودي دفناه والحمد الله في سوفت الاخير اللي هي تقسمت القنوات البحس. تقدر تبحث عن قونات السكريمبل اللي هي لقونات المشفرة او القونات الفريق بس وهكذا. وهنا طبعا الجزء اللي انت هي تبحث عن الامر او ده من البحس اهمة او تبحث عن تردد بالاسم او بعينه يعني عليه. ده الجزء الخاص بالانستليشن. الجزء الخاص طبعا بالفاكتور الفولت. اللي هو ضبط المصنع. تقدر تعمل ضبط مصنع لقنوات بس او قنوات الراديو او القنوات المشفرة. وده طبعا الجزء الخاص بالباتش مانيو او الشفارات الجهاز بيدعمها. الجهاز بيدعم طبعا شفارات الباور فيوزة ما انتم شايفين والبيس وغيرها اتلاقي كل شفارات الجهاز بيدعمها زي ما انتم شايفين. اخرجنا من جزء الخاص بالانستليشن. دخلنا على الجزء اللي طبعا الشانل المانشر. اللي هي الجزء اللي انا بحبها دايما ان انت تقدر تعمل ادت شانل. تعمل تعديل او تعمل نقل او تعمل لوك او رينيم اعادة تسمية لاي قناة والقناة شغلة قدام عنيك. سواء كانت القناة فريق او قناة مشفرة. الكلام ده طبعا يخضع برضو لي او ينطبق على آآ كزلك القنوات اللي هي آآ قناة الفيلم. طيب ده صورة ترجانل ان انت زي ترتب القناة بداتك ممكن ترتبها حسب القناة المفتوحة او حسب الامر او حسب الترددات او الالفا بتا. طبعا لو انت عايز هنا بقى تدلت امر باسمه او بالعين بتخش عليه. طيب ده الجزء يعني من معينة الجزء التالت بقى اللي هو او الخاص بالاعدادات ده بقى حاجات جميلة جواه. لو دخلنا الجزء الخاص بالسيستم هنلاقي الجزء الخاص طبعا باللغة اللي هي اللغة وكمان الترجمة. وكمان هنا بقى كاردين ما كانش موجودة برضو ضافها في الصفت الاخير اللي هو تلوين القناة المشفرها تلوينها باي لون انت عايز لون او اصفر او اخدر او ايا كان. وكمان خاصية وموجودة وخاصية عشان ما حصلش اتعارض بين موجودة كمان معنا في الصفت ده. لو دخلنا على الجزء الخاص بالطبعا دي خاص بالجودات اللي الجهاز بيدعمها. عشان بس الناس هو الجهاز هو تاخره الف تمامين بي خمسين. مفيش حاجة اسمها لمعالج جي اكس. عشان ما نقولش اي كلام. ده طبعا زي ما انتم شايفين ان هو الجهاز بيشيل تمن تلاف قناة وبيشيل اربع تلاف تردد. وده الصفت رقم الصفت بتاعه. لو دخلنا على الصوت الجزء الخاص بقى بالنتورك سيتنج او اعدادات للشبكة. هتلاقي ان الجهاز طبعا انضاف له جمان ان خاصية البي بي ان بقيت موجودة اوبشن البي بي ان وكمان توصيل وسط كونفيرتت اليو اس بي اللي هي سري جي وكمان بليتوس. لو دخلنا على جزء بقى السيرفرات اللي هو بتاع الجهاز هتلاقي الجهاز بيشيل خمستاشر سيرفر. زي ما انتم شايفين. اهل السيرفر بتاعنا هو. مية ستة وتلاتين. الناس كانت بتقول لك ده لا مش ولا زي ما انتم شايفين قدام يعنيكم كامل مية ستة وتلاتين لمدة خمستاشر شهر. طبعا الناس هتسأل السيرفر رقم ربعتاشر هل تم نزع الكاشيد منه? هتشوفوا قدام عنيكم هل في كاشيد في السيرفر رقم ربعتاشر اللي ما فيش? هذا سيرفر سيس كام وهذا سيرفر ميجا كام. هل في السيرفرات تانية ما فيش? يبا كده الجهاز بتاعنا منزوع كاشيد. كل حاجة قدام عنيكم. بس ده جزء الخاص بالسيرفرات. ده الجزء الخاص بالابليكيشن بقى الناس لازم كلها تعرف ان الجهاز كان فيه معلومة مغلوطة ان الابولو بتاع الجهاز ستة شهور. لأ طبعا ما فيش حاجة اسمها ستة شهور اصلا في الابولو. هو اما الجهاز شهر واحد ابولو يعمى سنة ابولو. معرفش جابه منين ستة شهور ابولو دي. الناس اللي موجودة على الفيس بقى. المهمة الجهاز طبعا عليه سيرفر ابولو شهر. ونوفا ماكس اه اتنشر شهر. والاكس اي بي تي بي اتنشر شهر. واروما او ارما اي بي تي بي اتنشر شهر. طيب كود تفعيل التلات سيرفرات دولات ايه? هو كود دوم واحد. ايه هو رقم واحد عشر مرات. تلات سيرفرات اللي معنا دولت. لكن الاولو اي بي تي بي ده خلص. بقى بيفتح على طول ما بيش اي مشكلة. بسرعة. زي الفل بسرعة عاية. تقول لكم بس ان هو المدة بتاعته شهر واحد. يوم 18 عشر الفين واحد وعشرين. يعني المدة بتاعته شهر واحد فقط لغير. طيب. الجهاز زي ما انتم شايفين بقى بيدعم مكتبة القرآن وكمان طبعا الجهاز بيدعم بشكل كامل يعني بيقدر يقسم لك للايف وفود وسيرس يعني مسلسلات وحاجات لايف ومكتبة افلام. وهده الجزء خاص طبعا بالتحديث الاولاين للجهاز. لو دخلنا عليه وضغطنا كده. عشان نشوف التحديث اللي نازل ده طبعا لسه التحديث الاخير ما نزلش لكم اترافعش لكم اولاين هيترفع لكم النهاردة او بكرة باتفاق مع الشركة ان شاء الله. وهتلاقي جمان اه يعني حتة كمان لازم ارهالكم ان الشركة عملالكم حاجة جميلة قوي ان انت كمان هنا في الصفحة دي هتلاقي في ملف القنوات. يعني الجهاز بينزل باخر صفت وعليه احدث ملف القنوات تقدر تنزلهم من غير ما تحتاج اي حد او اي مساعدة خارجية. طبعا كمان في راديو نت كمان ونت لينك واخدت خاص بشفرات البيس وكمان اليوتيوب. دي الحاجات اللي الجهاز بيدعمها. طب الواي فاي كمان النص هتخش علشان تشوف فيه هل بدعم خاصية الواي فاي المخفي ولا لأ اه لو ضغطنا على زر الاصفر اه هيقول لك هدخل الواي فاي بتاعك الباسورد المخفي وهتلاقي الشبكة اشتغلت معك زي الفل. ده بالنسبة الواي فاي المخفي. ده الجزء الخاص باليوتيوب الجهاز بيدعم اليوتيوب بشكل كامل زي ما انتم شايفين كده اشتغل معك هو اهود زي الفل تقدر تشغل اي حاجة عليه. زي ما انتم عايزين. دي الجزء خاص بالفلاشة وده خاصة التحديسات هو دي بس كده. فهي بقى الجهاز كل حاجة انتم شفتها قدام عنيكم السيرفرات اللي هو بيدعمها وصرعة التنقل بين خلوني كمان اذكر لكم حاجة عشان ما انساش بس كده ان احنا ضيفنا حاجة صغيرة كده تحت لو شفتوا الزرائر اللي تحت دي ما كانتش موجودة قبل كده. اه لو ضغطنا على الزر الاحمر تحت اللي هو مكتوب قصاد وكلمة دي ده بيقسم لك الشاشة لو بسطه فيه هتلاقي يجاب لك الكنوات الاتش دي لو ضغطنا كمان ضغطها هيديك القناة الاسكانبل بعد كده القناة الاف تي وبعد كده اقول لك شانل ان هو بيقسم لك القنوات زي ما انت عايز من نفس الزرار. الزر اللي اقدر لو ضغط عليه طبعا هيجيب لك كل القنوات اللي موجودة حتى لكل ترد وضبار عن ايه? طبعا زي اللي موجود في الاي ماك برو. وعندك طبعا لو ضغط على الزر الاصفر بيعمل لك فارز او صورت للقنوات حسب زي ما انت عايز. طبعا آآ فايند تكتب اسم اي القناة يروح يزاهر لك على طول القناة اللي انت عايزة. فده ده حاجة كده معشان ما نساش آآ قلت اقول لكم عليها. آآ قلتكم كمان بقى حاجة من خاص باختصارات الرمود هو نفس الرمود اللي زي ما تقول لكم اللي هو الاي ماك برو. لو ضغطنا على الزر هتلاقي بقى الرمود في شوية عبشانات جميلة لو ضغطنا على الزر مسلا ديس بليه هتبسط تلاقي اللي هو بيغير لك في جودة القنوات. وعندك كمان الجزء الخاص بالمود. بديك اعدادات الصورة بتاعتك. زر طبعا اللي هو موجود. زر طبعا الخاص بالقناة الصوتية موجود. زر الابس يدخلك على طول بشكل مباشر على البرامج. وده الجزء برضو على زر الواي فاي. هتبسط لاقيه دخلك على اعدادات الواي فاي. وعندك زر الانفو طبعا خاص بالشبكة. طبعا ده يتم تطويره. قريب ما تلاقوش ان شاء الله بازن الله. وجزء خاص طبعا بالاي بي بتاع الجهاز. في كل حاجة. يعني كل حاجة انت عايزاننا هتلاقوها في الاوبشن بتاعتنا في الرمود بتاعنا. آآ كمان ان شاء الله بازن الله آآ في الصفت الجاي في صفت الجاي الاسبوع الجاي كمان. هيكون لنا طلب مهم قوي اللي هو خاص بمضخم الاشهار. اللي هو احنا عارفين الاشارات بتاعت معالج جي اكس بتكون اقوى من كده اللي هي تحت السجن الكوالي دي دولت. بيبقوا في التسعينات. ان شاء الله هيبقى فيه ليوم صفت قريب هيزبط لنا الحاجة ديت. وهيبقى فيه تحسينات على الترجمة. وان شاء الله كمان كناة الصوتي برامانية شغالة. نشايفها شغالة بشكل مثلا الخمسة وتسعين او سبعة وتسعين في المية. ان شاء الله هتبقى بنسبة مية في المية. افضل مما كانت قبل كده كمان. مع دعمنا. ان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفرق.